اميال رحمة اهلا وسهلا فيك ببودكاست على الجديد يا عمي بيت الشدياء كيف تجوا بن فوق على العالم اميال رحمة اه شو بيهم بيت الشدياء احلى عائلة مبلش على العائلة لا احلى عائلة ببشرة هن المقدمين ايه لش بيت رحمة من شو بيشكوا يعني يعني مع المؤدد عطول تجي محمس على المؤابلات هيكي كأنه جاي هجوم لا يا غي لايش هجوم بعدك عم تتحمس بحماس بعد لا لا مشكلة لا ما بعرفيك فقدك رأيي الطفل الفلسطيني هلا هالكني بيرح كنت عم بحضر هيدا الطفل اللي عم بي عم بيقول بي وخي ماتوا ومدرشوا عم نبكي كل يوم نحن كالعسر مشاهد مبكي مشاهد مبكي انتبه انا ببكي عاي طفلها عالطفل اليهودي ببكي تبه بس القصة انه انه بانت انياب انياب الصهاينة يعني ما حدث بطفان الاقصى الضوء المشح حول هاي الموضوع صارت قضية عالمية فرجا نقطة ضعفون فرجا انه كان الصهيوني غاشش العالم انه بدوا يعمل دولة وفيها قوضات وفيها ديمقراطية وكذا واذا طلعوا بانت انيابهم المتوحشة بانت مش هممهم لا طفل لا 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 انسان تهجير قصري جماعي هلا راح نحكي راح نحكي فيهم بس انت شيء شيء هذا عامل هذا عامل عند اي انسان عنده حس من الانسانية نزع لنا يعني عطول نزع لنا نزع لنا نهار كثير هو وغيره يعني انت ما نعمل دعاية هو وغيره هاي قعدتي اليومية من وقت ما كنت وانا انا من رأي دولة الرئيس بره انه لا تقاعد في السياسة معه حق هو ما اجا دوره يتقاعد برأيك قال لا تقاعد في السياسة ميشيل عون قال لا تقاعد في السياسة معه الحق بس ها مش سلبية لا انه واحد بيجي وقته بمحل معين بده يتراجع يخلي دور لغيره اه 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 الناس الناس يخلوه يتراجع اذا شفوه طول الناس بس عائلتك عائلتك ايمير رحمي ما انت كمان دفعت التمن عائلتك فوتك عالحرب وضهرتك ووقفتك حد سمير جع جع وتراجعك عائلتك ما ما تأثرت بكل هالجاو اه اكيد اه انا انا وقت لان زربت بداير الامر كانت بنتي رومي عمرة سنة مرة سكرتيرتي عالشالوت بداير الامر فاتت وصلت تلفزيون ياباني كنت انا البورت بارول فاتت بدون ما انتبهت لقيتني حاطت صورة رومي قدامي وعم ببكي لا اشتقت الله لابنتي كان صري مئة يوم بعيد عنها ومرتي عروس كانت تبن دمت لا انه تركت عائلتك وتركت ضيعتك غير تركت عائلتي ووقفت حد سمير جع جع غير تركت عائلتي طلعت الجبل ايه خطأ كان لازم نسمع كان لازم الشخ بشير الله يرحمه يسمع من الرئيس كميل شمعون لانه قرر كميل شمعون انه هو بعالج الجبل رفضوا لبعت ايد حزب الكتائب شخ بير او شي اكيد مرأنا باخطاء بس بس اني اندم انه انا لانه انا نادر سكر نحن باخر ليلي قبل بداية حرب الجبل نادر سكر عيط علي قال لي خي ليش ما بتروح لعد مرتك انت ما بتقاتل ليش باقي معنا انا مش مؤاتل ما عملت مؤاتل مع ما انه المؤاتل شغلي شريفي جدا المؤاتل غير القاتل بس مرتك ما فكرت تتركك بمرحلة من المراحل اعوزه بالله كي بانت فكرت تتركني يعني مغرومي فيي غرام غير طبيعي شيف تتركني انت انت مغروم فيي بعدك كتير حبيبة قلبي حبيبة قلبي يعني واحفاده هي بنت البيت مرتك بنته وهي الا علي كتير وهي حبيبتي يعني صديقه انت بتعتبر حالك قسرت بمسؤوليتك باكتر من مرحلة انا دايما بقول له لاني هلأ مغروم باحفادي بشكل غير طبيعي بسأل بيرنا بقول له يا بيرنا انا مؤثر مع رأة الفورومي بتقول لي لا بس كنت تغيب لانه كنت بيعني عندك حفيد بيضل ملزق فيك هذا جيمس ايه شو قصته جيمس جيمس بعمل مشاكل كرمال يعني بتطلع على المنبر بتخطب بيوقف حدك بتكون عم تقرأ الجريد بيوقف حدك يعني قصة جيمس لانه لانه كانت بيرومي بعد ما عملوا بيت في لبنان عاشوا عندي شي سنة سنتين صرت انا انا عادة ما بيحمل الصغار يعني ولادي هني وصغار ما حملتهم حفيدي جيمس اول حفيد ما بعرف يعني لو يمرو ثلاثة شهر لسور اقدر لكن عندك العاطفة يعني مش عاطفة عاطفة موجودة ابني هي بس انا صغار هني وصغار كتير بخاف احملهم جيمس غير شكل اول ما اجه بالتلتعش باعتقى يدخلي سورت ما هو بالديبلاكس عندي اخدوا قوضة صهري وبنتي ومعونة جيمس اوعى اذا اسمعوا اطلع لأحمله وتمشى فيه مرات اطلع اسمع انه عم يبكي اطلع لأحمله يطلع نايم عم بتصدق يطلع نايم انا يتكهن لي انه عم يبكي مشان هاك مشان هاك عشت انويات سنتين اللي عملوا بيت وراحوا على الحزمية كزا اه هو بيعمل هاك عم تطلع عالدير طبيعي كل الدير تطلع مش مش شغلي موساقى مرات ممكن اطلع بالجمعة ثلاث مرات مرات بالشهر مرة بس بعدك بتحس انه فيه واجب تجاه الهاتف او كزا اصلا يومية يومية اصلا يومية يومية اذا ما يجيني عشر اتصالات من الدير بيجيني سبعة اثمانية يومية وفي منهم قوات ما العشرة يعني تمانية قوات ما اذا عم بلك عشر اتصالات بيجي لعندك ما بيروح على حزبه قبل ما بيروح على الحزب ما بعرف هاي دي ما ما بعرف بيتصل فيي وانا انا اخر انتخابات طلب مني اني اترشح ووعدت انه 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 انتوتشبل شبران بسيل نص ساعة على التليفون يا ايميل اتفقنا محمد راعد عار اذا بتسقط علينا يعني ممنوع وصوت ما قبلت ما قبلت ليش سألني الرئيس عون بعدين ليش ما ترشحت يا ايميل قلت له ما بدي انزل ضد ربعي الجو العام بداير يخيل اح اربح يعني جبران بتصير كنفوتك بالحياة لو كملت لا لاش بتفوتك بالحياة لا بربح بس مش بصوت انتبه لي بالتفضيل لح التفضيل ما يكون ما يكون ابن عمي وابن خالي نعم ما بدي عالقليلي بدي اقلية اوكي ما تنقص على العشرين بالمية خمسة عشر بالمية انا بالالفين يعني عملية بدك تسجد الرقم مش نازل تربح لا انا اذا ما بده يفضلني عشرين بالمية من منطقتي الخاصة ما بحملها بكون انا عم بزعج ابن منطقتي انا بالالفين وثمانطعش اخدت سبعة بالمية من ضايعته يلي مغروم فيها انا ابن دير الاحمر انا ااخد سبعة بالمية منها سمير جعجع ااخد تلاتة وتسعين بالمية من الضاعة وانا بقول سمير جعجع مش لهين ابن خالي توني حبشي لا لانه سمير جعجع بيرشح مين مكان وهل مين مكان بياخد زيت الاخادون توني حبشي هاي عم بيعترف فيها مش هان هيك هيدا الانون المسخ ما بدي ليش انا ما حدا بينزل ضد ربعه حتى لو ربعه ضده نحنا عنا مثل بالضايعة بتقول يا رايد كل اهلي اعداتي وقالله يكتر منهم هيدا بيت شعر مش شو بيعرفني بس انه الواحد انه اهله هاو هاو اهلي ما بيطلع منهم ابدا لاش حتى اللي ضدي للقتل حتى ياللي بيتمنى يقوس علي لانه مرأ هايك بالضايعة ياللي بيكتب على الحيطان انه خاين ياللي ما بيضلني في نيز جربوا يغتلوك لا 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 انا ابن رحمة يا حبيبي كيف بدوا مين بدوا يغتلني انا زمان الحرب بتصير وصارت بكذا منطقة ما بتصيرش معي ولا بتصير مع حدا ولا بتصير لا مع ابن رحمة ولا مع ابن كيروز ولا مع ابن سكر ولا مع ابن جعجع لا لا ما بتصير هايدي ما بتصير لذلك كنت عم بقولك اللي صار ما صار على حدا ما صار اللي صار علي حتى اعرف الشخص اللي عم بيمارس شي ما قاله خصة بدائر الأحمر وبكرامة دائر الأحمر بحقه إذا عازني مش بقول له كيف عم تطلبني لك أنت عم تطلبني بقول له لا تكرم عينك يا حبيبي أنت أهلي وتكرم عينك شو فيني أعمل بعمل وأصلا عم بخبر هاي لأنه صارت شائعة في منطقته ما بقبل بي كان هيك وأنا ما بقبل غير سيرة بيتنا بي كان هيك شو ورتك بيك كرامي وأخلاق وفقر يعني ماديات عم نحكي فقر ليش ما شي باية كان عندنا نحنا جد باية هني ربيو عند جدون الخوري يوسف زيدان عميد كان عنده ثلاث أربع شائعة فقارت وكان عنده العلية هذه أحلى باية بدائر الأحمر علية الخوري يوسف زيدان عميد اضطر عمي وباية يبيعوا كلها ولا يعلموا ولاده ما بقى عندنا شي ما ورتني شي والفيلا اللي عملتها دائر الأحمر أنا ما عندي فيلا عندك باية كبير مش باية عادة ما بيبين لأنه ما دخلوا هاك طويل عملت لي ايه أختي داعة بالقوة غسمن عنها وانت بكل مجالسك الخاصة بتقول ما معي مصاري وما عملت دولار واحد من السياسة طيب ولا وهالهالي كلها اللي عملتها وهالبيت الكبير بدائر الأحمر صهري صهري ما قبل انه أنا نايب وما عندي بيت رفض اشترى شقفة الأرض ما كنتش موجود من ابن عمي من حدا بيقربني منصور رحمي كلف مهندس وعمر البيت وانا اكتر من مرة ما بعرف اذا ملحقني اكتر من مرة طالع على التلفزيون وقل لهم يا عمي انا انا وقت لترشحت على الانتخابات بلغت المجلس الدستوري شو عندي بعد ما عملت نايب صار عندي بيت يا رئيس علي إبراهيم مدعي العام المالي بعث وراي واسأل ليش عندي بيت وما حدا بعث وراك لا ما حدا بعث وراك لانه بيعرفوا اني مش 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 عامل شي صفقات اصلا النايب ما انتبه النايب مع النايب بيقولوا كلهم يعني كلهو النواب النايب ما عنده توقيع ليسر قلsection الصفاكت جانبي ومين حجر من بيعمل صفاكت جانبي كمان المليونار الأكتر من النايب certainty بшей بيرتب وزير او ميدير وبيشتر معي بس منهم يعملوا صفاءات على المواقف في منهم يعملوا صفاءات يعني ينبيعوا بالانتخابات كمان يسطف لهم أنا هاودي معه هاودي أنا وفي كثير منهم أصحابك كمان مثل أنا القاضي اللي بيحكم الحكم القاضي حتى مش الظن ولا الإدعاء ولا الاتهام أنا كمحامي وأحترم البروستدور القاضي بس يحكم ابني رالف بليرة خارج القانون بشتبه من حياتي أنا ضد الفساد أنا مؤثر وربيان ببيت أنا المرحوم خلا بدي أتحك علي ويقام جاي بصيرت خالو خلا بدي أتحك عليك سيرتو أنا عايش مع عالم وسياستي بدائر الأحمر كانت مع مرشد حبشي أنا وصغير ومع طارق حبشي أنا وكبير هاو الثنين ميتوا طارق حبشي مستأجر بيت بالنقاش باري حدا عم يسألني عن بيته قلت له هذا أجار رجع قال لي طارق ما كانش عنده بيته لا ما عنده بيته وأهم جراح كان دكتور طارق حبشي سكر الكلينيك لا يخدم العالم ومرشد حبشي سكر كل شيء لا يخدم العالم كان أفقر نايب بلبنان لبل بالكرة الأرضية بس أغنى نايب بالرجالة وبالكرامة طب أستاذ أميل معقول على الفقر يعني جاية بجاكات ويقام وهاب بطل معك جاكات شو عرفك ما تقل لي أنه خبرك ويقام ما تعتل هم المعلومات بس بس هايدي جاكات ويقام وهاب خير احنا وقت رحنا على الغدل عن جبران باسيل أنا ويالو سيزار المعلوم نسيت جاكات حلوي سبور بسيارته لين مرته سألت عن هالجاكات عشهر يعامل مين هالجاكات أنا نسيتها وهني نسيوه قامت قدمتها هي لين ما في قطيب منها وين عندها تياب وين عندها كذا بتوزع حطتها معل بدون يتوزع بقام ويقام كنا عنده على الغداء من شي عش تياب بقام بعيط له للشاب اللي عنده وقال له جيب لي كم جاكات جيب هايدي منهم لبستها حطيتها علي وكنت بردان شوية عنده أنا وفالي الجيد بدي اش لا حتطلع فيي قال لي ايميل ربعا بتهيننا نحنا بس نبايع ونحط العباية ولو انت ابن ابن بعلبك وابن داير الأحمر غلص طلو ما أنا أصلا عملت هيك لتقلي هيك وضلايت لابسها وفلايت شو سر هالعلاقة بينك وبيننا ويقام وهاب في أخوة رهيبة مبارح أسرني كان بحلقة تزعل علاقة كيف مع بيقدر يعمل نايب يا بياه أصلا 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 عظمت ويقام أنه وزير سابق عظمت كلمة عظم هلأ ويقام عامل كلمة عظم ما فينا نعطيها لحد بس عامل إنجاز ويقام إنجاز غير طبيعي واش مصدق أنه بصير هايك أنا اجتماع خلدي السلسة داوخنا دروز عطول صنائية بس أنت بتواصل عطول مع وليد جنبلات كمان أنا كتير بحترم بين وليد ويقام مين بتختار أنا كتير بحترم ويقام صديقي وخية وليد جنبلات زعيم بحترمه بحترم وقعيته بحترم موضوعيته والوزراء والنواب اللي عنده من أعز أصدقائي أنا بموقعي السياسي ما بتأثر علي الصداقة لا أسأل بان ولا إجابة المير طلال صديق كبير ويحبه أنا ما عندي ما عندي ما عندي أنا المش من رأي السياسي يعني بقطوش أنا ويا بيعدش في حكي بالعكس عصيرة وليد جنبلات في هيدا الصورة اللي خلي الكاميرا تاخدها قدرنا نحصل عليها تجمعك مع البابا فرانسيس بالفاتيكان وكان معكم كمان وليد جنبلات خي بس بدي أسأل سؤال أنا هيدا الصورة بدي أعرف شو قصتها أنا بدي أسأل سؤال هاي الصورة هيترك لي إياها وليد باك بالكوريا وقت الكنتناية بكس هاي دي باعتها لسكرتيرتي عبر واتساب لتأرشفلي كيف فيكو متل مرة توني خليفي فات على كارتون بطاقة معايدة من سمير جعجع بالسبعة وتسعين عم بيقلي فيها أنت يوحنا المعمدان بقضيتي الصوت الصار الوحيد قلت له يا توني كيف فت كل العالم فكرت أني أنا أعطيها هاي كيف بتفوتوا وبتاخدوا صور أخيل بده يستضيف أمير رحمي بده يكون أدى لا بس كيف شو بدك تكون أدى بدك تكون أدى هلأ بدي أعرف خبرية الصورة أنه ليش كنا سوا بالفاتيكان أخدت زعيم درزي على الفاتيكان أنا أخدته أعوزه بالله حتى يتقل بابا فرانسيس هو بيروح أنا السفير الباباوي السابق كاتشيا صديقي وحبيبي وبوجه له تحية كبيرة قال لي بدك تشوف البابا كان عندي بسيدة بشويت ببعلبة قلت له أكيد قام أمن لي كارتون الجون لأشوف رحت عروما ونزلت ناطير في محل بس يخلص الماس البابا بيمرو بيسلم على شخصيات من عدة دول واقف أنا أول واحد واصل قبل غيري واقف هون وأنا واقف ما بلاقي إلا وليد باك وصل بحيض له يقاف مبسط زعيم درزة جاي بده يسلم على مش إنه موعد إذا سلام ماكسموم تقعد دقيقة انت والبابا بس هو كان قاصد الفاتيكان ولا رايح برحلة وقطع على الفاتيكان ما عرفت ما سألته بس بعرف إنه لفيت بيكون معه الكارتون حتى لو كان أكبر زعيم يكون فيه كارتون جون بجيبولو يه يامن من روما ياشي سافير بابا أكيد هو من روما بيكون حد أجيبه نحنا وقفين بيوصال البابا بيوصال البابا وليد جنبلات بسلمه بيقول له وليد جنبلات دوليبان ني بلوس ني موان يعمل له هايك البابا بلياقة وبيبرم علي أنا لقيته مش مقبولي هاي أنا الديقة اللي معي إياها أو النص ديقة لتلو بياتيتود هو أحد من أكبر زعماء لبنان وفي المنطقة تركني البابا بلياقة ورجع لعنده ورجع لعنده قال لي أنديو قلت له أنا ديبيوتي وذين بارليمنت أمير رحمي وكنت مفوت معي ميرا بنت جورج سعادة لأنه طلع معي اثنين كارتون مش عاريف شفتها وليك كانت عدة ميرا صليلنا للبنان وقذبت جنين ميرا وزكية وراحت وصلت على بيروت على المجلس هاي الصورة بعتلي إياها وليد باك كانت بالكوريا عندي عم بجيبولي الكوريا شمية بعتلي إياها وليد باك وغازي العريضي عرف بالقصة دقال لي أنا وبروما حكي 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 حلو كتير قلت له لك يا زلمي زعيم مسلم درزي هايدي أقل شي لازم أعمل لك شو عم بتقال لي أنت أقل شي أقل شي أنا إذا كنت عندكن يا غازي عند شيخ العقل ما بتعرف عني قال لي يلا أنت هو غازي كتير في علاقة طيبة كان معه غازي معالي غازي العريضة وبعتقد كان هون ريح له وتيمور معه بس ما معه نكرتون باعتقد كانوا هونيك مساقبين يعني هايدي هايدي صارت بركي بالالفين وخمسطعش بركي ناسي كنا بروما بتفكر تاخد تايمور على الفاتيكان أنا ما أخى مش أنا أخى تايمور إذا بدورو على الفاتيكان تفكر تعمل أنت وتايمور جمبلات تزيارة على الفاتيكان بتمنى وتايمور إذا بدورو على الفاتيكان الفاتيكان بيستقبلون وبيتمنى عليهم لأنه العالم محترمين والعلاقة المسيحية الدرزية بالجبل رائعة هلأ بعد المرأة بالحرب رائعة جدا ووليد بايك محافظ عليها بقوة والزعماء المسيحيين من تاني ميل شو مكانه طيار أو قوات محافظين عليها كيفك أنت ومواقف البابا فرانسيس متمهي معه متمهي مع المواقف اللي بيطلع البابا فرانسيس هو 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 العلامة الفارقة بالمواقف الإنسانية يلي أخضع لها أخضع لها خضوعة بس بس بالسياسة ما بيطعاتوا كتير نحن المسيحية متركين نحن بالشرق العربي نيال اللي عنده دولة بس المسيحيين هن تركين حالهم استيزامي ما اختلفنا بس كمان متركين متركين من مين ما في غرب ليش بد يكون المسيحي عطول مصير المسيحي بإيد غيره لا مش قصة بإيد غيره لايك لايك أي كوة اللي طايفي بلبنان ما عدا الدروز والمويرنة حتى الأورتودوكس الأورتودوكس يلي قال بوتين مرة لن أسمح بتهجير المسيحيين من الشارع الوحيد الآلة شخصية غربية آلة شخصية خارجية آلة بوتين وتصريح أي طايفة ما عندها مين بلبنان ما عندها مين يدعمها ماليا واقتصاديا وسياسيا بتضعف نحنا مش مدعومين بدأت نين يختلفوا عليها كيف ممارستك للتقوس الدينية عم بتمارس بتروع الكنيسة لا مبروح كثير مبروح كثير مع ما أنه بس أنت منتزم منتزم جدا يعني مع ما أنه مرة كنا بميديغوري أخدتني مرتع ميديغوري رحنا بيعجبني خوري عم يشرح قال أنتو هلأ هون بكرة بس ترجعوا على لبنان هلأ عم تقدسوا بس ترجعوا على لبنان إذا حدا سياسة كان معي الوزير نقول الخوري الله يرحمه طلعت فيه قلت له لا نشوف شو بدي يقول قال إذا حدا سياسة وشتت الدنيا مسقعة وقعت حد الشمينة بيقول لا شو لأ قدس هلأ مازالني مؤمن بس هذا السياسة إذا عم تطلو جدني وباعت وراء رئيسه على الحزب أو عشي مطرع بيلبس أحلى تياب وبيروح وبيمرض بس لا يروح لا يقول له لرئيسه أنه أنا جيت بس رئيسه رئيسه الإلهة ما بيروح صابنا ومظبوطة صاب أو اقتصاده بيروح على شركته ليبرهن لسيئه أنه أنا موجود بس ما بيروح على الكنيسة ليبرهن لأله أنه هو موجود مش معقول شو كانت حدوة وبرضه وبرضه رجعنا شهر شهرين ممارسي كل أحد بعدت عن الله بفترة معينة لا ما ببعد عن الله بس ما بس ما بس ما بس سياسة ما أخذتك من من الله لا أبدا لا بالعكس يعني بأصعب الظروف كنت تروح على الكنيسة وكنت تصلي وكنت منتزم كيف لكيه كيف لكيه انت على كل حال رفع تمثال عذرة كتير كبير ببعلبك ايه سيدة بعلبك اعملنيها هاي دي وكان حاضر سفير بابا وكان مزبوط بس هاي دي حزور هاي مش فكرتي حرام أنا ما بسروق شي هاي فكرة ثلاث شباب ثلاث شباب والرابع ميرس معون من أربع مزاهي من أربع طواقف أو مزاهي محمد صلح سني موظف بانك محترم حسين حسن دكتور باللايو شيعي ميشيل لغساين مهندز من منعنا من منطقة داير الأحمر أزرعت بطبوس للبي وانتوان ألوف محامة من مسيحية بعلبك نعم اجوا عرضوا عليك ثلاثة الأولانيات اجوا لعندي عداير الأحمر وعرضوا الموضوع قلت له نبشر أنا حد كتور وكمان مثل قصة البيت تبعنا صهري قلت له لحضر بواب عطول صهرك سندك يا حرام شو عمل يا حرام لو شو مورطه كتير بس ميليا لا مورطه لا شي هو مبسوط بس 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 وقت حكيت مع ميشيل ادي الله يرحمه الله يرحمه مئة مرة حكيت مع تادي رحمة رابطة تادي زينة رحمة ساهم هلا اللي بقي مبلغ كبير بعت شيك قبله جوزيف وعملنا التمسيل عم تحكي معه هالأيام لتادي لاش ما بحكي معه بعد العقوبات بكل الأيام بحكي معه وريمون وريمون ما بشوفه كتير الملعون بس بحبه بلونه مهضوم بس تادي كيفه تأثروا شي بجو العقوبات ولا لا ما بعرف أصلا الاتصالات قليلة مع انه مع تادي بحكي بس ريمون عطول غايب لا ما بعرف وورودي صاحب انت بتبرقهم لما تكونوا عم تحكوا بالسالونات السياسية بتبرق تادي وريمون ما بعرف ما بعرف برجع بقلك زيت الشي القاضي بيبرقون هاو دي ولاد عمي ما بيبرقون اللي بترحمي مش هيقولوا عن بعضهم شي يعني لا بقول لا بقول لا بقول عن بعضنا وبقول عن خيه اذا عمل شي خيه خيه كان كاتب عدل اذا عمل غلطة ما عمل قانون كتابة العدل ايه كتير قاسي انا انا ما رأت بزرف المنسقية العامة لشؤون العدل الويد فاجأت الناس انا ابن عمي بيقربني عامل شي كنت بلغ مدعي عام التمييز بالتكليف جوزيف رايحة انه هدا ايه ابن عمي وقالي الشرف فيه بس عامل وخدوه وعاملي مشاكل معي بالعائلة وبغير العائلة يا ما بقبأ بس استاذ اميل هاو دي كلهم شو بينفعوا اذا باخرة حياته السياسية واحد ضده ينوصف بالمارونة المتشاعة المارونة المارونة المتشاعة اميل رحم اليوم عند كتار من ابناء البعلبك والهرمان المارونة متشاعة يعني قريب من الشيعة اكتر ما قريب لمصلحة الموارنة وخط المارونة التاريخي حلو السؤال مطرح مبروح ما بياخد معي الا مصلحة المسيحيين ومصلحة المسيحيين عملت بالالفين وستة بتفاهم مارون خايل واي كلام تاني بيطلع مثل الكلام القلول المسيحية بيحق فؤاد شاب وعادوا وعيونه بعد ثلاثين سنة اي كلام تاني بس الشيعة تركوك انت متركوك تركوني لاش تركوني اكتر عالم بيحبوني والسنة بيحبوني والدروس بيحبوني انا لاني حقيقي مع الابناء الانتخابات مخزلوك امتى انت متعردت للطعام بالانتخابات اعوذ بالله مش الطعام احنا بالالفين وثمانتعش تفاهمنا انه تأكد لنا اخر اسبوع انه ما منجيب الا تماني انا كنت من الاثنين اللي بيقعدوا برا والتماني كنا متفاهمين عليهم من اني تماني ستي شيعة وواحد مسيحي ما بقبل انا اكون قابل البيار ملصور استيزي ودكتور وواحد سني الوليد سكرية وهيك صار لأ لم اطعنوا هني ما بيطعنوا بس ليه ممسك هالقد بحزب الله مش قصة ممسك لاش مش بس بحزب الله بالسنائة وبالشيعة الخارج السنائة اي شيعة انا معه اي سني انا معه فيك تقلي انا متخاوة انا وابو حسين عبد الرحيم مراد ليش صحاب انا واحمد الحريري وصحاب كتير انا وعبد الرحيم مراد وصحاب اكتر انا وفيصل كرامي ليه والرئيس بري الرئيس بري احد اكرب الناس انا اليه وهو مش بحزب الله هو بلا 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 بحركة امد بس ليه عامل بحالك هيك يعني كيف يعني على الساحة المارونية بقولوا انه امير رحمة رايح صار عند الشيعة كليا يخي سمير جعجع قال فليحكم الاخوان ودعا حدا من الاخوان بمصر يخطب معه بالبيال وما قالوا هيك لانه انا ضد سياسة سياسة الصوت العالي ما له المينز تبعه يعني ما له ادواته ضده انا بقول عن سمير جعجع سنة بالزمان عمل افطار ببشرة قاموا ونزلوا انا اكبر خصم على سمير جعجع اكبر خصم متخاصمين يا خي اختلفنا من الالفين وعشرة لهلأ هو انا بالالفين واربعتاش ما عشي طلعت لعنده وهو ما عاد سأل عني ولا عدنا سألنا من وقت لهلأ عداوة شخصية او سياسية شي شخصي لا شي شخصي وبالسياسة انا مش موافق على على اداء بالسياسة انا اداء بس لو كان لك مطرح معه وكانت وفقت اعوذ بالله ما عنديش مطرح الا معه ما عم بقول لك ابديش انزل ضد ربعة ما سمير جعجع من الثلاثة وتسعين ما اعتمدني وقال لي انه بدك تطلع عداير الاحمر ولتطلع عداير الاحمر شوف صاحبك شوف صاحبك عبد الرحيم مراد وخلي يخدلك موعد من غازي كنعان لانه تطلع لازم لازم تحكي شوي انت والسوريين هو اللي طلب مني مش انا اللي طلعت ما ايدي معروفي صاري وتاني مرة كان بالسجن وطلعت لعند غازي ما بديش دل خبرهم خير ما بدي احكي عن القوات سألني شي تاني انت جب تسيرت القوات انا ما جب تسيرت انت نقلت لي انا قلتلك عم يصفوك بالمرون المتشيئ من هو مين اللي عم يصفني خصومك في كتائب في قوات لا الكتائب شو بدي برضاي اكتر صداقة عندي مع الكتائب لانه عسابي شميل مية بالمية لانه بيحترموا رفقاتهم حتى لو مختلفين بالسياسة بنتعموا يومنا كمان يومنا انا باعتبرها قصة توصلت معك اخر فترة مش اخر فترة عطول وهي صاحبة بنتي ويومنا كتير كتير باعتبرها مثل بنتي بتعطيها نصايح معينة لا باعطيها نصايح ولا شي هي والله ناصحة حالة وهي عندها ماشية قائد هي سئينة اونال عندها ماشية الليدر الفرنسوية بيقولوا ستون فام كياليتوف يومنا آليتوف دون ليدر بوليتيك شو اللي بيخليك تقولها بس خليني لايك لانوف قطشتلي شغلي ريكاردو مانك هاي انت لماع وزكة بس مانك هاي اللي عم بيقولوا ما عم تسألني قلتلي انت فت على القوات اللي عم بيهني القوات كل يوم بيخترعوا لي قصة ما انت عم بتقلي كل يوم بيخترعوا لي قصة مش مزبوطة ما عم بيقولك انه في غير القوات كمان شايفينك لا مش صحيح عجبها اخرى ايه بيعرفوا اني عجبها اخرى بس الولى مرة فت عبيت الكتائب الا الاستقبال كان كأنه رفقة لانهن بيحترموا العالم وبيحترموا الرأي ازا كد انا زلمة مقتنع اناع على رجوع عنا باللي صار من الالفين وستة وبالطالع تاني شي ليش نسينين انه بالالفين وخمسة سمير جعجع مرشحينه علي عمار وادمون نعيم بعدها اذا ينمرفو على هلأ بمعركة المتنج جنوبة ما بالالفين وخمسة سمير جعجع القوات والكتائب ما نزلوا بالحلف الرباعي وحتى ما سمولوا نياحة حلف سداسة حلف الرباعي مين يعني حزب الله امال تيار مستقبل تقدم اشتراك كان الرئيس الجميل والقوات بهذا الحلف انا وقتا قلت ليش ما سموه حلف سداسة ليش اسمه حلف رباعي وفيه القوات والكتائب وهني مبلشين قبل قبل ميشيل عون بالقعدة ووقتا اللايحة تبع بعبدة علي عمار وادمون نعيم رافعين ايداين بعضه طب ليش ليش بيقدر بيقدر مرشح القوات يرفع ايد علي عمار ومرشح الطيار الوطني الحر الان عون او حكم الديب ابي ادرش سؤال ليش سامير جعج ليش القوات بيقدروا يستقبلوا بوعجينة طبع 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 داعش وطبع عرسل والقوات وجبران بسيل ابي ادرش يستقبل اديب الحجيرة اللي هو ضد بقية عرسل 95% تقدميين بيجننوا ما بيقدر ليش بيقدر قواتي وكتائبي ويروحوا لعند اسماعيل هنية قديما تعرفها صورة اسماعيل هنية والشباب شهيرة ولاش ما بيقدر شو هالحاكي هلا فيه سياستين سياستين انا متأكد انه سياسة ميشيل عون وسليمان فرنجية مطرح ما رحنا نحن وياهن انا رحت معهم منذ الالفين وخمسة الفين واربعة الفين وخمسة على لقاء عين التيني واقتنعت واقتنعت وكنت هذا الشي بقلب القوات وقتل كنت بقلب القوات كان عندي هذا الميل وكانوا ينتقدوني المتطرفين بالقوات انه ايميل اصحابه والرئيس الهراوي اصحابه والرئيس احسين احسان احسا كنت انتقد هني بدون انه لا خلاص نحنا هون وبس نحنا الدولة انا مش هيك حتى نشأتي مش هيك وتأثرت بنشأتي اكتر ما تأثرت بمسار قوات ونشأتي معروفة مع مين ما بديش دل كرر ويقام بصور بدو يقوص علي انا نشأتي معروفة ليش بدي يقوص عليك بجزي بصير تخالي ممرة قال لي لقزحتني بخالك مرشد شخالك شارل دو قول ماذو انطلاعا من هون عمل 53% من جبل لبنان حذور مني الحلف السلسي الرئيس شمعون العملاق شيخ بيير جميل زعيم اكبر حزب لبناني ريمون قدي ملك القانون من اين لك هذا والقاتل يعدم وكذب وزعيم الكتلي الوطني عمله 53 تلاتتون مشيل عون لوحد وعمل 70 اي ماروني تاني بنام عها وال70% مينموم 3 اربع دورات انتخابية نحن وقعدين هون في جبهة جنوبية مشتعلة بين حزب الله والاسرائيليين نعم برأيك لوين بدأ تاخدنا الحرب بغزة انا برأي بعد اللي صار بعد اللي صار يعني بعد هالخمسين يوم الخوف من اشتعال حرب شاملة كان بأول اسبوع بتاني اسبوع هلأ القرار الاسرائيلي تبين انه انه بعد ما عوضوا على اللي صار في يون قاموا خلصوا من الهدن وفتحوا فتحوا بغزة وفتحوا بالجنوب اللبناني لانه المستوطنين مش قادرين يرجعوا بمجرد هلأ المستوطنين بالشمال القريب من لبنان مش قادرين يرجعوا هايدي انا ماني يعني ماني عارف بامور الحرب وبامورها بس رأيي اذا ممكن اصبط ممكن لا انا برأيي الحرب الشاملة بطلت الى بس هايدي الناتشات اللي شايفينا مطولة مطولة وبتعل وبتدايق اقتصاديا وسياحيا وبتدايق لبنان كتير بس ما بتتطور يعني ما بيصير فيه عمليات امنية الاسرائيل بنعرف انه خارق لبنان فيه تقارير بتقول انه فيه عناصر مساد بلبنان بيضل الى اوطون المؤاول ما بتتطور من قصف الى عمليات امنية بالداخل ما بعرف عسكريا ما بعرف بس العمليات الامنية بالداخل منها يعني بيضبطوها بتنضبط بيضبطوها المخابرات وبيضبطوها بتنضبط نحن شفنا بعد حرب تموز طلع السيد حسن وقال اعلن انتصار برأيك رح يعلن الانتصار بعد كل هالمرحلة لايك وقت حرب تموز توقيتها والقرار الامان مختلفة مختلفة بس هلأ من مصلحة السيد حسن يعلن انتصار مختلفة تماما وان عمل حرب حرب واضحة يعني وصلوا عجسور كسر وين الاسرائيليين عمل حرب وخلصت وخلصت بتبادل اسرة غير طبيعية مما سبت انتصارا ووقت الميركافا كمان اكلت انه تفاجأت الناس كيف الميركافا فاذا يعلن انتصار هلأ لحد لا في توازن رعب وحضور لأول مرة بتاريخ العالم العربي بوج اسرائيل بيكون في هالحضور مثل لأول مرة بال2006 هو حضور اسلامي برأيك اسلامي هو حضور اسلامي بوجه اسرائيل شفنا وزير الخارجية الايرانية اجا على لبنان وقال دعي لقاء اسلامي موسع لرفع سقف الموقف كلمة اسلامي كانت كتير ليفت انه يجا على لبنان ويحكي بموقف اسلامي هيدا بس بدي اياك تعرف انت طرح الاسلامي ويقولوا اسلامي هذا طرح سياسي مش طرح ديني يعني التسمية الاسلامية او بالزمنات كنا نقول المقاومة المسيحية ورفض الشيخ بشير المقاومة لبنانية كانت طرح سياسي اكتر منه اكيد نحنا وقت اللي رفضنا انه طريق طريق الادس بمر من جونة كانت المقاومة مسيحية مش مزبوط لبنانية بس نحنا اصرينا على الاسم ان تكون لبناني انا وقت سميت التضامن المسيحي عدت بزرف سنة قبلت من العميد مارون بستاني ونحنا مش لازم نسمي مسيحي رجعت سميت لبناني تضامن لبناني بس ما كان عندي مسلمين طيب والمسيحيين من هالقصة كلوان المسيحيين مش معزولين من هالقصة كلها ابدا اليوم عطف منه هذا العطف بلبنان نحنا 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 نتأثر سلبا وإجابا بكل شي اللي بيصير عندنا وعد تفكر انه القصة مبتورة انه هاي قصة بفلسطين ما قلنا خصة في طرح مسيحي هاي 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 رعوني سياسية والجغرافيا السياسية الما بيحترمها ما يتعاطى سياسية الجغرافيا السياسية لكني هون هاي هاي مثل الانسان الاناني عايش ببناية عايش ببناية وجاره بالمنبلية عم يحترق بيته بيقول شوالي خصة أنا مش بيتي لوك بتطلع لوك شرقوط النار بتحرق لك بيتك بدك انت تساوي حالك لما يحترق بيتك واهم مساوات حالك انك تطفي مع جارك انت لائم من هون انت لائم انا درست لشوف اي رأي بدي إلحظ طلعوا من وقت هيرتزر من وقت ما راحوا عبال الحركة السهيونية واسسوا الحركة السهيونية بالالف بالالف وثمانمية وسبعة وتسعين ايه 1897 واجهوا بالالف تسعمية وتسعطاعش عملوا اول اجتماع بفيرساي الحركة السهيونية و مجموعة من لبنان وعلى رأس المطران الماروني منصور عبدالله الخوري وهو واجه بقوة الحركة السهيونية لتقلع الأرض الفلسطينية الجنوب اللبناني حتى الأول شرق الأردن والجولان هاي كانوا مبلشين فإذا ومبارح في ضابط اسرائيلي قال إن لبنان أرض أرض اسرائيلية هاي دي مش زلة لسان هني يعطنكون هذا الموضوع وخصوصي الجنوب يعتبروه قلوه مش إن هاي كريمون قدي ما كان يترك هالكلمة يضل يقول انتبهوا يا جنوبيين هاودي بدهم ميت كون بدكم نار تكون بدكم انت لاعا من هون ما فيك تكفر لربك اللي خيال أك بهالك رفور بدك تختار ما بين الأمرين أنا برأيي اختيار اختيار الحفاظ على كل لبنان ومش إنه نحنا شو خصنا والجنوب يروح شو يروح أعظم أرض وأحلى ناس بلبنان هن الجنوبيين ليش يروح والجنوبيين ما خلص احتلالهم إلا بالألفين ومع المقاومة طيب شو بعمل أنا يرايت خلص مع الجيش أنا بتمنى الجيش يخلص لي الاحتلال بجنوب أنا مع الجيش قبل كل شي أنا ما عندي شي قبل الجيش بيتدخل الجيش برأيك نعم بيتدخل الجيش بالمرحلة المقبلة اتدخل ليش ليك فجر الجرود الغطل لأ عم نحكي هلأ على الجبهة الجنوبية ممكن حزب الله والجيش يكونوا حطين ايدهم بايد بعضهم هن يحطين ايدهم بايد معهم مخابرتين بس تدخل الجيش بيخسر وهي إسرائيل ضعفة أمام حرب العصابيات اللي بيعملوها المقاومة مش الحرب الكلاسيكية اللي بيعملوها الجيوش وهي ما سألت عن جيش مصر وجيش سوريا واجت المقاومة بالألفين وستة عملة انتصار فإذا وكل البيانات الوزارية من وقت الانتصار لهلأ كل البيانات الوزارية بالحكومات التي شكلها من الألفين وستة لهلأ فيه أرتيكل فيه بند بيأكد حق لبنان بالمقاومة شو وعيهن هلأ يعني شو وعيهن هلأ يعني بالوقت الأقل خطرا كنتوا عم تمضوا وأكتر مرة خلفتوا يلي هلأ عم بتخلفوا تحفظتوا وأنا كمحامي إن التحفظ هزور شو التحفظ عندي كمحامي شو موافقة خجولة الرفض هو بدك ترفض شو تحفظت تحفظت يعني وفقت بخجل وبخفار لدى الوزير انطلاعا من هون بدون ينتبهوا الناس بدون ينتبهوا كتير بدون ينتبهوا أكبر إثبات قلتلك إنه مين بلش بالانتخابات أول انتخابات نيابية بالألفين وخمسة مين تحالف مع حزب الله القوات والكتائف أستاذ أميل قبل ما أختم هاي دي كلمة فخامة الرئيس اللي ملاحقتك عطول ما صارت نكتي مش تقيل شوي إيه عليك بيني وبينك مش أخد منها إلا هال مش أخد من هالرئاسة إلا هالكلمتين إلا هالكلمتين يلي بيقولون غازي العريضي وقام وهاب و مين أول حدا قالك إيها غازي العريضي غازي العريضي هو رأسك غازي العريضي بس ما بتحسوا عم يضحكوا عليك لما يقولوا لك أنا ما حدا أبيضحك عليي يا زلامي أنت مش حاسس أنه أنا أبيضحك ما بينضحك عليك بالمرة بس أنه أمين رحمة أمين رحمة وفخامة الرئيس صارت بعيدة تاني شي جواب تصير بعيدة بس تاني شي جواب بيقول لك شاب غازي العريضي ليش بدو يضحك علي هيدا الشخص الموزون وقام وهاب وقام وهاب ليش بدو يضحك علي اللي بيقول عني اللي قالوا طب أنا قلت له يقولون ما بديش رددون لأنه اللي قالوا يعني عطاني إيمة رئاسية ساركيس نعوم اللي قالوا عطاني إيمة رئاسية صلاح سلام عباس ظاهر عطوني إيمة رئاسية هلأ وأنا مهون بهايدي ما زال هايك أنا أصر اللي ما عنده ماشي رئاسية ما لازم هو ما لازم يطرح حاله لأنه كتير كتير كترة عمين عم تلمة مش عمين كلنا كترنا ما كان ما كان يكون نحنا قديما كل مارونة بيخلق سار مشروع رئيسي قديما أنا وافق في بـ 58 52 كامير شمعون وحميد فرنجية فيش تالت لك حتى هلأ في سليمان فرنجية من الحلف والياس ساركيس من الشهبية فيش تالت أسماء غير طبيعية طويلة عريضة أول سبب وشرط للبدو يطلع يقعد على الكرسي ما تكون الكرسي أكبر منه بدو يكون أو أدى أو أكبر منه وفيه شخصيات معروفة بالبلد مين أدى مين أدى بالعقل مين أدى بالممارسة طيب مين أدى مثلا مثلا اللي بيعمل تسعة عشر نايب أدى هلو سمير جعجع يعني أمير رحمي عم بيقول سمير جعجع أد رئاس الجمهور يا خي حدا بيعمل تسعة عشر نايب ويكونش أدى فأزان كيرسي على لبنان نتنياهو ليش رئيس حكومة الدولة العدوة لأنه رئيس أكبر كتلة جبران بسيل اللي بيعمل عشرين نايب أدى ونص عشرين نايب مع التشناق حتى مات يعني هو الأول جبران الأول السيدة المعيار ما تسقط من زمين ليش سقط لأنه ما رتبوا حالهم مع باقي النواب لأنه أنت أفاكش تعمل رئيس بكتلتك عظمة اللي عنده خمس نواب يكون عنده بره ستين نايب وعدم عظمة اللي عنده تسعة عشر ما يكون عنده حدا بره هيدا لبنان شو بيعمل فيه للتسعة عشر بيرقص لمبادة هو إياهن أو بيدبوك هو إياهن طيب حفلة هالأسماء كله لوين بدأت يخدر هلأ قديما كان مثلا حدا مثل جانع بايت ما عنده ولا كتلة وكان قوته بعقله بحضوره في منه نهو وهذا ما بيزغر الرئاسة لا سميته جانع بايت حتى لو مش رئيس كتلة في هالنوعين ما في تالت مثلا ليش آيد الجيش ما تروح وخارجيا أكتر لاي لأن مؤسسة مؤسسة قدرت حازت على رضا دولة ومحلة هالمؤسسة صارت نوع من طمأنينة لللبنانيين ومسائب ومسائب على رأسها مارونة بيكون مطروح بيقوة وأنا مرة وقت لسألوني بيقولون إيه إذا هذا مطروح لأنه رئيس أكبر حزب الجيش قد عشر أحزاب قد الجيش شنهاية مطروح يعني بها المعنى بينتفل مرشح السياسي اللي هو سليمان فرنجية سليمان فرنجية هو الخمس نواب سليمان أقوى من الكل لأنه مؤمن برا نواب نواب للرئاسة ملتزمين فيه أكتر من اللي كتلتون كبيرة يعني حظوظه أعلى برأيك اليوم غير قصة الحظوظ مثلا خد سليمان رد علي فيصل كرامي والصامد وهو بكتلته لا معه بس معه يعني صاروا للرئاسة تكتل الرئاسة تبعه دولة الرئيس برأيك كتلة التنمية والتحرير بكتلته لا كلهم معه معه أدم يعني يعني النائب الأمان معه أدم هو مع أنا به برأيك وهكذا دولاك وهكذا مشين هايك هو سليمان فرنجي مأمن مأمن المرحلة الرئاسية ولو كتلته صغيرة في عالم كتلته كبيرة ومش مأمنين المرحلة الرئاسية جبران باسيل حقيقة مش رائعة الرئاسي بقرار بس مأمن علاقات خارجية والدليل وقت العمل المبادرة أنا قفت شوه الجرأة له ممكن الرئيس بري يرفض ممكن الرئيس نجيب مئاتي يرفض ممكن سليمان يرفض وإز ما حدا رفض ما حدا رفض وقعد فإذا هو أحد الصانعين وما مر الزامة بالموضوع بتشوفوا رئيس جمهورية في 2024 لمين لسليمان فرنجية لسليمان للي صاحب أوفر حظ لحد هلأ بشوف بس مزروك كتير يعني لأول مرة بتاريخ لبنان بتكون هالأمور الغامضة هالأد تحت سقف مجلس نوات بأعرف بس أنا أنا برأي مثلا مثلا كمان في شخصيات في شخصيات أزكى من غيرها بس مش قاطعة مراحل لتصال على الرئاسة مثل مين يا خي الرئاسة اعتبرها بطرابلوس فيك تروح على طرابلوس بدون ما تمرق عجوني لا فيك تروح على طرابلوس بدون ما تمرق عجبال بدون ما تمرق على البترون سلامان فرنجية قاطعون يعني قاعد بنص طرابلوس سمير جعجع رئيس هذه الكتلة مش قاطعون كلهم ومعه أعظم كتلة جبران بسيل لأنه كان الرجل القوي في عهد سيبي مش قاطعون مش لأنه لأنه كان في عهد مش قاطعون وهو كان واعي لدرجة أنه أنا ما فيني انتقل من عهد إلي لعهد إلي قال أنا أنا بدي شارك شارك وطنيا ولمصلحة اللبنانيين بمجيء الرئيس طي رحنا على اللي قاطع المراحل في عالم قاطع المراحل بشغلة وما عندها نواب في عالم ما عندها نواب ما عندها نواب أبدا بس أنا بدي أعطيك مثل بس أستاذ أميل أنت كيف عملت نيب فيك تعمل رئيس مثل ما كنت عملت نيب حلوة كتير وممنونة أنا عملت نيب مش قررت مثلا أنا بقلك شغلة توني فرنجي بيقول أنا بدي أعمل نيب وبيعمل نيب بصغرتها أنا إذا قلت بدي أعمل نيب وما معي حلفة ما بعمل نيب إيه معكها أنا قلت بدي أعمل نيب منطلق من شيء قليل اتفق الرئيس عون والسيد حسن نصر الله أنه يكون المرشح الماروني بالألفين وتسعة أنا لو ما اتفق الرئيس عون والسيد حسن ولو ما سعى سليمان فرنجية إلو علي بالساعة ووفق نبيه بري إلو لكل واحد أنا ابن وفا ما بنسى حدا ما إيه هلأ عم بتقلي كلام هنا أنا مني فاتح جمعية مر منصور بدون ما أزعج حلفائه بدون ما دايق حدا أنا حليفي بيمرق قبل نفسي هندي هالطبع في عالم رفقاتي القريبين مني آيمين علي أنه أنه إيميل أنت في مثل بيقول قوم تنقوم معك أنت بتحكي بغيرك ما بتحكي بحالك وأنا ما بغيرها وما بقدر غيرها نشأته الإنسان عنده نشأة بتسيطر علي إيه أنا 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 أي اتفاق كبير بهذا الحجم بتحول لأهم مرشح بلبنان يعني تصور اتفاق اللي صار علي بالنياب يصور علي بالرئاسة إن شاء الله إن شاء الله بصور أهم مرشح بلبنان إن شاء الله ما بنتمني لك بس هذا مش موجود يعني أنا لست في الحلبة ولأنني لست في الحلبة ليش ما قلت أنا بالألفين واربعة عشر بس جراية ذاته رحمي بمواجهة جعجع يعني اعتبروا إنه منك فيه لا وطلعت على الام تيفي وقلت ما هذا يتداول بإسمي أنا مش رايح واجه حدا هم نتمنى لك عم بحكي ماليا بلا أكيد عم بحكي نفسيا هل قد نفسيتك صارت داون إيه 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 أنا زعلان مزعوج وضع وضع حزين يا زلمان طوع زعلان بتنام زعلان مش هين اللي عم بيصير حولك مش هين أبدا شو هايدي شو هايدي شو هايدي بناية فيها مئة طفل ومئتين إنسان تنزل كلها سواء على الأطفال أولاد هيدا عم بيقول أنا بي وخي استشهد وهيدا هيدا رضيع عم مدري ما عم يعرفوا وان بدون يخدوه شوالحك نحنا منقدر نشوف هايك شغلية إن شاء الله ما منشوف إلا الخير أمير رحمي أهلا وسهلا فيك هون الشباب كلهم انبسطوا حوارك لأنه سملا عليك طلق يعني بس بلج بطل تخلص أهلا وسهلا فيك ببودكاست على الجديد ميرسي ميرسي إلك وأنا كتير مبسط فيك وأنت مستقبلك حلو الله يوفر شكرا شكرا إليك اشتركوا في القناة